شارك رئيس الهيئة العمل للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين في منتدى مجلس الأعمال المصري الفرنسي بالعاصمة فاريس ضمن بعثة طرق الأبواب وذلك لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة وفي كلماته أمام المنتدى قال رئيس الهيئة إن تكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية يخدم حركة التجارة ومهد طريقة أمام مشروعات الوقود الأخضر مشيرا إلى ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية للقناة حاليا من إمكانات ومقاومات وجاهزية تشريعية وبنية تحتية وشبكة مرافق تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المتنوعة